طيب خلينا نروح لتقرير كده ونشوف يعني تقرير عن بطولة وتنظيمها وظروف الحصول عليها عزيزة المشاهدين نطلع لتقرير عملنا عن بطولة العالم القادمة أو كأس العالم بقى للجنباز اللي جال وسيدات نشوف التقرير ده وجعل حضركم ده موسيقى نجح اتحاد الجنباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في تحقيق طفرة هائلة خلال الفترة الماضية وهو ما تجسد في حصول مصر على شرف تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للجنباز الفني رجال وسيدات للمرة الأولى داخل القارة الإفريقية والتي تقام على مجمع الصلاة باستاذ القاهرة الدولي خلال الفترة من الأول وحتى السابع من يونيو المقبل وحصد الاتحاد ثمار العمل الشاق الذي استمر لمدة أكثر من ثلاثة أعوام متواصلة منذ انتخاب هذا المجلس في نهاية عام 2017 ليحصد الجنباز المصري العديد من الميداليات خلال كافة البطولات العربية والقارية بل والعالمية أيضا حيث حصل لاعبون على العديد من الميداليات خلال دورة الألعاب الإفريقية للشباب والتي أقيمت بالجزائر وقادوا مصر لاحتلال صدارة الترتيب العام وهو ما تكرر على مستوى الكبار في دورة الألعاب الإفريقية للعموم والتي احتضنتها المغرب صيف 2019 ولم يقف الأمر عند هذا الحد فنجد أن لاعبين نجحوا في الفوز بالعديد من الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الباضية والتي أقيمت بمدينة ميرسين الإسبانية صيف 2018 كما حصل علي زهران نجم منتخبنا الوطني على عدد من الميداليات في كؤوس العالم على جهاز الحلقة واستمرارا لسلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية فنجد أنه نجح في استضافة التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد توكيو المقبلة في فرعي الجنباز الفني والترامبولين خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من مايو الجاري وحصد لاعب الفراعين خلالهما أربعة مقاعد في الأولمبياد المقبلة عن طريق ملك حمزة وسيف آسر في جنباز الترامبولين وجنى إبراهيم وعمر العربي في الجنباز الفني ويأمل مسؤول اتحاد الجنباز في تنظيم بطولة رائعة لكأس العالم للجنباز الفني في ظل اهتمام الاتحاد الدولي لللعبة بعدما أصبحت مصر قبلة العالم في الأحداث الرياضية بعد استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد مرورا ببطولة العالم للسلاح كما أن مصر ستستضيف بعد أيام بطولة العالم للخماسي الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا